مساء الخير يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة عملتلكو حاجة حلو قوي عملت بسيسة او كيكت الدورة كيكت الدورة من انواع الكيك المحببة لناس كتير قوي وهي من الحلويات القديمة شوية بس طعمها حلو قوي ومميز يلا نشوف المأدير ونشوف مع بعض عملناها ازاي موسيقى المأدير كوب ونص دقيق ابيض كوب ونص دقيق دورة اصفر كوب ونص سكر ثلاثة اربعة كوب زبادي نص كوب عصير البرتقان أربعة بدو ثلاثة اربعة كوب زيت عباد شم معلقة سم بيكين باودر فانيليا بيكينج سودا هنبتجي بقى نعمل هنحط أربعة بدوط هنحط الزيت والسام هنحط عصير البرتقان والزبادي والفانيليا والسكر كوباية ونص سكر هنحط الفانيليا هنضربهم في الخلاط ونرجع الى هنضربهم في الخلاط ونرجع الى هنا جبنا المصفر هنصفي دقيق الدورة هندخله بس شوية عشان لو في شوايب او اي حاجة كوباية ونص دقيق معاهم كيز بيكين باودر نص معلقة بيكينج سودا هننخر كويس هنقلبهم شوية بس عشان يندمجوا مع بعض هنحط المكونات السيلة طبعا هنقلب بالراحة وفي اتجاه واحد نقلب كويس هنضرب المكونات السيلة طبعا التقليب يبقى في اتجاه واحد كده تمام هنجيب بقى صانية مدهونة سم الصانية دي مقاس تلاتين طبعا شغالين الفرن على حرارة مية وتمانين لمدة عشر دقايق هي هتاخد في فرن حوالي ساعة لربع بعد نص ساعة بنختبرها نحركها بس شوية عشان تقوم بتساوية وندخلها الفرن هنا بعد ما استوت وقطعتها طلع هشة مرتفعة وجميلة جدا ولونها الحلو طبعا جاي من دي الدورة والبرتقان وطعامها طحم ياريت تجربوها وبالهانة والشيف باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة